وصلنا إلى أسئلة محول وقبل إجابة على هذه الأسئلة يجب فهم المعطيات إذن الجهد الأكبر الذي يأتي في الجهة اليسرى يسمى الجهد الأولي الإسمي وهو الجهد الممتص من الشبكة أما الجهد الذي يأتي في الجهة اليمنى فهو الجهد الثانوي الإسمي وهو الذي يغذي الحمولة هذا المحول ذو خاصة 222-12V مستعمل لتغذية دارات إلكترونية وجريت عليه التجارب التالية في الفراغ ما معنى تجربة في الفراغ؟ أن المحول الملف الأولي يركب مع شبكة والملف الثانوي لا يركب مع الحمولة كما تلاحظون U20 يساوي 12.6V ما معنى U20 U معنى الجهد الثانوي بمعنى تجربة الفراغ كما تلاحظون بما أن الجهد الثانوي يساوي 12.6V لاحظوا جيدا جهد الثانوي إسمي يساوي 12.6V فهنا تستنتج أن 99% أن الهبوط في الجهد يساوي 0.6V هنا تبدأ تستخرج في الأسئلة إذن 12.6V وهو الجهد الثانوي في تجربة الفراغ أما P10 تساوي 1.8V P بمعنى الاستطاعة واحد في الملف الأولي السفر في دارة الفراغ تساوي 1.8V بمجرد أن تجد P10 فاعلم أنها هي ضياء الحديد إذن P10 دائما تساوي برد فر ولديها برهان خاص نذهب إلى التيار في دارة القصيرة أو دارة القصر قال لنا من أجل A2CC يساوي A2 nominal ويساوي 3.5V إذن P1CC تساوي 2.1V ما معنى P1CC P1CC هي الاستطاعة الممتصة في الملف الأولي CC بمعنى دارة القصر وهذا المقدار دائما يمثل ضياعات الحرارية بمجرد أن يقول لك P1CC اكتبها مباشرة تساوي برد جول وتساوي 2.1V ثم قال لنا يغذي هذا المحول حمولة مقاومة أهم شيء أهم شيء ما هو نوع الحمولة بما أن الحمولة التي يغذيها المقاومة بماذا تمتاز الحمولة مقاومة تمتاز بفرق الصفحة في 2 يساوي صفر إذن COS في 2 يساوي 1 الآن نرجع إلى أسئلتنا سؤال الأول قال لكم ماذا تمثل P10 وماذا تمثل P1CC P10 تمثل ضياعات الحديدية أو مغناطسية في هذا المحول وهي تسمى بيرت فر أما P1CC تمثل ضياعات منفع الجول أو ضياعات الحرارية في هذا المحول وتسمى بيرت جول سؤال سؤالي بعده طلب مننا حساب نسبة تحويل في الفرق نسبة تحويل في الفرق ماذا تساوي M0 تساوي الجهد الثانوي في تجربة الفرق على الجهد الأولي أو تساوي تيار الأولي في تجربة القصر على تيار ثانوي في تجربة القصر هل يناسبوني القانون الثاني لا يناسبوني لأنه لم يعطي لي A1CC وبالتالي نعمل بالقانون الأول إذن M0 ماذا تساوي تساوي 12.6 فيولت على 220 فيولت وتساوي 0.0 57 سؤال رقم 14 طلب مننا حساب المقاومة المرجعة للثانوي RS RS ماذا تساوي لديها عدة قانونين قانون الأول تساوي P1CC ونعلم أن P1CC هو نفسه P1جول وأعطى لنا قيمته على A2CC مربع وكذلك مربع وقانون الثاني ماذا يساوي يساوي R2 مقاومة الملف ثانوي زايد R1 مقاومة الملف الأولي في نسبة تحويل مربع هل أعطى لي R1 و R2 لم يعطي لي تلك المقاومات وبالتالي القانون الثاني لا يناسبوني إذن يناسبوني القانون الأول إذن RS ماذا تساوي تساوي 2.1 على 3.5 بكل مربع وتساوي 0.171 أوم نذهب إلى سؤال رقم 14 سؤال رقم 14 طلب مننا استنتاج هبوط في التوتر دلتا U2 دلتا U2 لديها قانونين قانون الأول يساوي U20 ناقص U2 وعلمناها من قبل وتساوي 12.6 V ناقص 12 وتساوي 0.6 أو قانون ثاني لدينا دلتا U2 ماذا يساوي يساوي تيار ثانوي فيما بين قوس 2 COS في 2 Z X S S في 2 وبما أن الحمول مقاومية عرفنا أن في 2 يساوي 5.5 في 7.171 ويساوي 7.592 ويساوي بتقرير 0.6 ونفس النتيجة سؤال موالي طلب مني حساب استطاعة الملف ثانوي P2 قبل حساب الاستطاعة هناك ثلاث استطاعة لاحظوا معي هذا هو محول خافض هذا ملف اولي وهذا ملف ثانوي الملف الثانوي دائما نربطه بالحمولة الحمولة الموجودة عنده عبارة عن مصباح هل توهج المصباح لم يتوهج لماذا لأن الملف الاول المحول غير مغذى عند تغذية الملف الاولي بجهد 220 بوط ما الذي تلاحظونه تلاحظون توهج المصباح بحيث الجهد هذا لا يساوي 220 بل يساوي 12 إذن الجهد الذي يمتصه الملف الاولي هو جهد الاولي والتيار الذي يمتصه هو تيار اولي عما ملف الثانوي فيعطي لنا جهد مخفض على الجهد الاولي وهو 12 وكذلك يعطي لنا تيار ثانوي الذي يغذي هذا المصباح إذن هناك استطاعات الاستطاع أحسب استطاعة ملف الاولي استطاعة ملف الاولي ماذا تساوي تساوي الجهد الملف الاولي وهو E1 في التيار الاولي وهو E1 في معامل الاستطاع وهو Cose P1 وهذه الاستطاعة تسمى الاستطاعة الممتصة لأن الملف امتص تلك الاستطاعة وتسمى كذلك P1 استطاعة ملف أول أما الاستطاعة الثانية ماذا تساوي؟ تساوي P2 معنتها استطاعة ملف ثانوي وتساوي الجهد الذي تغذى به المصباح وهو جهد ثانوي في التيار ثانوي في cause في 2 وهذه الاستطاعة تسمى بالاستطاعة المفيدة أو تسمى الاستطاعة المقدمة للحمولة يجب أن نفرق بين الاستطاعة المفيدة والاستطاعة المنتص استطاعة المنتص هي الاستطاعة التي ينتصها الملف الأولي والاستطاعة المفيدة أو مقدمة للحمولة هي الاستطاعة التي يقدمها ملف ثانوي إذن إلى حد الآن لدينا استطاعته تخيلوا لو أقطع سلكين بمقصة هذه تجربة تصبح تجربة في الفراغ هنا P20P معنتها استطاعة 2 ملف ثانوي صفر فراغ تساوي الصفر ماذا تساوي الصفر لأن تير 1 يساوي الصفر ويبقى لاستطاعة المنتصة في تجربة الفراغ ورمزها P10 ماذا تساويع تساوي الجهد الأولي منتص في حالة الفراغ في التيار الإولي منتص في حالة الفراغ في قوس في عشر إذن هنا لدينا ثلاث استطاعات استطاع ممتصة من الملف الأولي والاستطاع المفيدة من ملف التي يعطيها ملف الثانوي والاستطاع الممتصة في تجربة الفرغ أعود إلى سؤالي سؤالي طلب مني حساب استطاعة ملف الثانوي بي 2 وهي استطاع مفيدة أو استطاع مقدمة للحمولة وتساوي جهد الثانوي في تيار الثانوي في كوز في 2 وبما أن حمولة مقاومة فإن في 2 يساوي 0 إذن كوز في 2 يساوي 1 إذن بي 2 استطاع المفيدة ماذا تساوي جهد الثانوي في تيار الثانوي وتساوي 12 في 3.5 وتساوي 42 واط سؤال موالي طلب مني حساب المردود تعلمون أن المردود يساوي استطاعة المخرج على استطاعات المدخل ما هو المخرج؟ هو الاستطاعة المفيدة بي 2 وما هو المدخل؟ هو استطاعات الممتصة بي 1 إذن المردود ماذا يساوي؟ بي 2 على بي 1 وكما تلاحظون هذه تسمى شجرة طاقوية للمحول حيث الملف الأولي يمتص استطاعات الأولى هي استطاعات ممتصة بي 1 ثم تنشأ ضياعات ضياع الأول بسبب الأسلاك النحاسية الموجودة في الملف الأول وملف الثاني ويسمى بيرت جول ثم يضيع ضياع آخر ويسمى ضياعات الحديدية والسبب هو دارة المغناطيسية وتبقى استطاعة صافية وتسمى الاستطاعة المفيدة إذن ماذا تساوي استطاعات المفيدة؟ تساوي استطاعات الممتصة بي 1 ناقص بيرت جول ناقص بيرت فر أو باستطاعات المفيدة تساوي جهد الثانوي فتايا الثانوي في كوز في 2 نعود إلى المردود يساوي بي 2 على بي 1 ويساوي بي 2 على بي 2 زيد بيرت جول زيد بيرت فر لماذا؟ لأنه لم يعطي لي الاستطاعات ملفه الأولي أو استطاع المنتصر وبالتالي كتبتها عن طريق وكتبتها بدلالة P2 إذن P1 ماذا يساوي؟ هذا الارتفاع ماذا يساوي؟ يساوي P2 زايد مختلف الضيئات إذن مرضو يساوي P2 على P2 زايد باتجور زايد باتفار تطبيق عددي ويساوي 42 على 42 زايد 2.1 زايد 1.8 ويساوي 0.915 إذن مرضو بنسبة مئوية يساوي 91.5 بالمئة